اشتركوا في القناة ونتكلم على الفئة دي فبنتكلم على القوام الأساسي للمجتمع وده اللي دفع السيدة الرئيس عمد الفتاح السيسي الحقيقة أنه يطلق حملة 100 مليون صحة لكشف كتير من المشكلات الصحية اللي شدت فيها على إجراء المسح الطبي لطلبت حتى المدارس وتم للأسف رصد انتشار للأنيميا والتقزم بنسبة كبيرة جدا من الطلبة كان بيقول أن فيه سوق تغذية بنلاقي مثلا ممكن طالب أو طفل يكون بدين وعنده أنيميا وممكن طفل يكون عنده تقزم وعنده أنيميا فدي كانت عامل مشترك الحياة ما بين الاتنين فعايزين نعرف إيه هو التقزم وعلاقته بسوق التغذية وإزاي ممكن نرفع الوعي عند الناس كلها خاصة في نوعية تغذية الأطفال فده ملف مهم جدا حنفتحه النهاردة للنقاش مع ضيوفنا المشرفين معنا النهاردة الدكتورة عابلة الألفي استشاري دولي في تغذية الأطفال أهلا بيك يا دكتور حبيب أهلا بيك يا فندم أهلا بيك يا فندم مشرفان أمن وران كان مشرفنا دكتور محمد عز الرجال رئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصور أهلا بيك يا دكتور حبيب أهلا بحضركم يا فندم كل سنة وحضركم طيبين دكتور عابل عابي إذا أبدأ مع حضرتك أنت مهتمة بدل ملف الحقيقة من سنوات يعني على حد معلوماتي فعايز عرف مفهوم لقصر القامة أو التقزم لأن ده ممكن المصطلح يختلف أو يختلط الأمر عند الناس ما بين حد جسمه قليل أو حد تاني عنده فعلا تقزم تمام إحنا بنعرف التقزم في التب أنه قصر القامة بالنسبة للعمر في كل طفل له معدلات إحنا لو جيبنا مثلا مئة طفل في سن أي سن في بعض الأطفال بتبقى أطول حاجة وفي بعض الأطفال بتبقى أثر حاجة وفي أطفال كتير بتبقى في النص لو قصر الطفل على أقل حاجة بالنسبة لعمره بنقول عليه أنه هو تقزم أو قصر الطول بالنسبة للعمر التقزم الحقيقة من المشاكل اللي بنعتبرها إحنا زي وباء في مصر ليه وباء في مصر؟ لأنه عندنا 21% من أطفالنا بيعاني من التقزم يعني كل ما يتولد خمس أطفال فيك يا مصر طفل منهم يتعرض للتقزم طب إيه المشكلة يعني ما يبقى قصير؟ لأي المشكلة كبيرة جدا لأنه مش هيبقى قصيره بس ده هو هيبقى قصير وعنده ضقف في الأداء المدرسي يعني قدراته الزهنية أيها لأن الحاجات اللي بتؤثر على التقزم بتؤثر كمان على نمو العقل وبالتالي هيبقى أنا عندي طفل قصير لسنه ما بيشتغلش كواس في المدرسة وبالتالي هنلاقي عواقب كتيرة جدا هتنعكس على الأمن القامي فالتقزم ده فعلا مشكلة وأنا الحقيقة كنت سعيدة جدا لما سيدة الرئيس تكلم فيها لأنه كنت كل دايما ما يقولوا 100 مليون صحة أقول لا لسه ما بقوش 100 لأن في 35% أطفال فإحنا عايزين ندخل الأطفال في المنظومة فلأحقنا بقى والحمد لله هم أخيرا بقى للرأي الصراحة والتقزم والسمنة والحديد نقص الحديد كل دي مشاكل يعني هقولك بتأثر على الأمن القومي فعلا بس عاك كلمتي في نسب أيوة وديلي ممكن حتى استشد بيها السيد الرئيس قال أنا مش بقول ملاحظة أنا بقول من خلال أرقام وصلتني والخطيح حضرتك إن إحنا من سنة 2000 للنهاردة عندنا نفس النسب مش عارفين نعلله بس الحمد لله ما زادتش ما زادتش الحمد لله مثلا بنقارنة لنقص الوزن أو الهزال الهزال ونقص الوزن بيزيده لكن التقزم ما زال في المعدل ما بين 20 ل21 بس ده كتير قوي ده كتير قوي أنا عندي طفل هيتربى لينفع يبقى عامل ولا يبقى رياضي ولا يبقى دكتور ولا يبقى مهانس خلاص أنا مش هلاقي عندي بقى شاب يعتمد عليه بقى في أي أمر من الأمور الحياتية المعدلات اللي احنا بنتكلم عنها في مصر هل دي المعدلات العالمية؟ لا بس حضرتك في بلاد عندها أعلى من معدلاتنا هي التقزم في تقريبا 151 مليون طفل بيعانوا في التقزم على مستوى العالم كسرهم في أفريقيا وآسيا تقريبا 90% منهم في أفريقيا وآسيا احنا حوالينا بلاد كتير بتعاني بالتقزم بس مش زي مصر مصر دولة تقدر قوي تقضي على ده ومصر في الفترة اللي احنا فيها بنبني بلدنا ما نفعش نسيب أولادنا يعانوا بمشاكل تأثر على مستقبل البلد كشباب ورجال هيشيلوا مستقبل البلد دي إذن احنا بدأنا ان احنا ننور على المشكلة بالصبت وحنبدأ ان شاء الله ان احنا نتعمل معه طيب دكتور محمد هل التغذية فعلا هي سبب رئيسي لان انا شوف هذه الظواهر اللي هي ظاهرة التقزم لكلمة عنها دكتور عبلة ولا لا دي حقيقة على ارض الواقع لنوضح انها حاجة مكتسبة اه يعني احنا ما نيجي نشوف بنقول ان هي قصة تقزم ديت او قصة القصر هي مشكلة كل يوم يعني احنا واحنا في عيادة الاطفال دايما الام تيجي تقول الطفل قصير ابن صغير في وسط الصف مدى بدأ تدخله المدرسة في الرياضة باين ان هو صغير وباين ان حجبه صغير او ان هو ما بيزيتش عشان نحدد الحجم المشكلة فعلا موجودة احنا بنعتمد على مقياس طول او منحنة طول بحيث ان احنا نشوف فعلا الطفل دي هو قصير ولا الام مزودة الحال زي ما قالت الدكتور عبلة وتفضلت ان تقريبا من وسط خمسة فيه واحد فعلا معدة النمور بتاعه ضعيف اما يجينا نشوف الاسباب بيه حاجة اسمه التقزم الغذائي يعني ايه التقزم الغذائي اللي هو التقزم الناتج عن سوء التغذية التقزم الناتج ان الطفل الوقت ما بيأخدش كفايته من التغذية الصحية المفروض ان هو ياخد هنا في مصر وفي الدول النامية في مشكلة في الجهاز الهضم عندنا احنا الجهاز الهضم دكتور محمد بيقترم بمشكلات اخرى التقزم طبعا يعني هو طبعا بس بيكون على المستوى البنياني لا هو بيقص على كل حيات في الجسم يعني هو البنياني الجسم من اول المخ لغاية العزان لغاية الهيكل الجسد بتاعه كل دولة بيتقصر يعني هو الطفل لما نيجي بعد شوية اما نيجي ندخل في التفاصيل مع الام هتقول لك دمية بيرركز في المدرسة تركيزه ضعيف في المدرسة طب يكتب لحاجة زودة التركيز بتاعه ما تيجي تشوف التاريخ الغذائي بتاع الطفل هتتلاقي ان هو معظم اكله يعتمد على السكريات بنسبة كبيرة شبسيات والشوكولاكتات والحلويات طول اليوم بيعتمد عليها بتدلو كمية طاقة عالية جدا بس ما فيش فيها تغذية حققية لذلك ممكن بيسبب له نوع من الانيميا دي اكيد يعني هم حوالي 27% من الاطفال تخيل حدثك عن طولة الاطفال في مصر تقريبا عندهم انيمي السبب ايه انه برضو نوعية الغذاء اللي هو بياخدها بعيد خالص عن التغذية الصحيح اللي مش بس انيمي ناقص في الزنك ناقص في الماغنيسي ناقص في الكالسي لذلك بعد ده نشوف اطفال عندهم حتى انهم اللي هلوم حشاش تغذيهم تبقى حتى المرحب السبب ايه برضو ان النوع التغذية نوع غير صحي لذلك طلع ما يسمى الجهل الغذائي يعني ايه الجهل الغذائي المشكلة ما كانت في الاول اعتحضنا ان هي مشكلة فقط يعني الناس مش لاقيها تاكل لا الناس بتاكل بتاكل كويس بس بتاكل اكل مش صح فبدأ نظمة الفاول العالمية عملت دراسة في مصر واثبتت ان احنا عندنا ما يسمى الجهل الغذائي مفيش ثقافة غذائية عندنا كشباب او عند الامهات ان هي ما بتصحى الصبح بتعد اللي قدامها وخلاص ما بتروح تشتري الاكل هي بتشتري اللي هي شايفها او اللي هي او اللي الطفل نفسه فيه اه ما فيش خطة يعني طب انت وما يهرش عليه انه ما يجيبش والكلام اللي احنا بنسمعه طب انت بتجهز الاكل على اساس ايه مفيش تفكير ازاي تقدر تعد واجبة غذائية صحية حتى لو ما هاش فلو دكتور محمد نشأت عليها للست اه وهي دي نقطة مهمة جدا لذلك التوعية هنا عنصر خطير جدا 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 ان احنا ازاي نزود التوعية لها هؤلاء الامهات ازاي وهي تراحها تشتري من السوق او من السوبر ماركت ازاي تختار الحاجات ازاي تبقيمة الغذائية العالية وبرضو السعر الرخيص بحيث انها تقدر فعلا تعد واجبة متكاملة ازاي تبقيمة الغذائية عالية تغذي بها ابنها وفي نفس الوقت ما تكلفتش الثقافة دي ازاي ابدا امشورها ومين اللي هو المسؤول عن ارساء القواعد دي في المجتمع كله والله يبتبدأ من كذا اتجاه يعني اول حاجة هو طبعا الطبيب اللي يدرك كبير جدا في الموضوع دوت والدكتور عابلة لها تجربة كبيرة جدا في عملية التسقيف المجتمعي يعني ان احنا نبدأ نعدي ناس يبدأوا يجهزوا نفسهم ان احنا نضربهم وبعد كده هما يبدأوا ينتشهم ويبدأوا يعلموا بعض يعني الامهات تعلم الامهات بعد كده يمكن اندركها عابلة يمكن اندركها كبيرة او في النقطة دي فعلا النقطة بس قبل ما ننقل في النقطة دي انا عاوز اتكلم بس على قصة الجهاز الهضم فعندنا المشكلة ان الطفل يبقى عنده نزلات معوية متكررة او عنده اميب او عنده ددان فالجهاز الهضمي بيبقى عنده تحت ضغط مستمر الضغط المستمر دوت بيؤدي الى التهاب مستمر في الجهاز الهضم يعني حتى الغزل اللي هو بياخده ممكن ما يستفد شمع صح وبينتج عنه ان فعلا الجهاز الهضمي مريض وبالتالي الطفل دوت الاكل حتى الصحي او احنا ما بندله حديد هو بيدخل حديد ما بيحصلش ليه معدل المحصص كويس وبالتالي الطفل برضو بيدخل فبرضو الاعتناق بالطفل من المراحل الاولانية اللي هنتكلم فيها بعد شوية ان شاء الله مهم جدا لانشاء طفل المرحلة المخفية من طفل العمر من عمر الطفل يعني الطفل لما بيدخل مدرسة بيتشاف جسمه لاي الجسم كتير مدرس بيشوفه انما عمره سنتين تلاتة اربعة من اللي بيشوفه هي دي نقطة مهمة جدا مخفية يمكن دكتور عبلة كلمتي حضرتك على السن معين واحنا بنقول مثلا هنجيب طفل مثلا في خمسة ابتدائي ونشوفه بالمقارنة بأقرانه ممكن حد يقول لا ده لسه الجسم بيتبني ما قدرش ادي حكم في فترة الطفولة هل ده جائز ولا الحقيقة احنا اتخرنا ولا ممكن نتكلم في سنة اكبر لا لا ده احنا عايزين نتكلم في سنة ازغر ازغر اه الطفل بيبني جسمه من اول ما يبقى نبتة جوه رحم امه بمعنى ان انا اول تنمية لتغذية الطفل هي تغذية ام الطفل اللي هتحمل فيه هرجع تاني البنات في سنوي لو كان عندهم سوق تغذية اولادهم بيكون عندهم سوق تغذية في الرحم حتى لو صلحنا التغذية بتاعتهم قبل الحم في سنوي في سنوي شو مرحلة دي دكتور عشان دي مرحلة تكوين رصيد الجسم اولا هي مرحلة نمو فيها هرمونات نشطة جدا وبالتالي رصيد الام بيتأسس في المرحلة دي علشان تبقى ام لطفل جاي لما تبقى زوجة وتبقى ام لقوا ان الاطفال اللي بيتولدوا الام كان عندها سوق تغذية في فترة السنوي بيبقوا صغيرين في الحجم او ينزلوا بدري بالمقرنة للام اللي كانت عندها تغذيتها كويسة حتى لو احنا جبنا دول كلهم قبل الحمل وصلحنا التغذية بتاعتهم بيفضل الرصيد اللي كان موجود اثناء الحمل هي دي المرحلة الاساسية هي اهم مرحلة يبقى انا الوقت وانا ببص على المجتمع المصري الفئات اللي انا عايز اشتغل عليها عشان اقاوم مشكلة سوق التغذية في الاطفال وتقزم ابتدي اول حاجة ببنات السنوي بنات السنوي لازم بيكون مستوى الغذاء مظبوط نموهم مظبوط بياخدوا غذاء متوازن في كل الاملاح والمعادن والكلسم والحديد وكل حاجة طيب نجي بقى انا قررت الوقت كزوجة ان انا اجيب طفل لازم اتأكد ان انا جسمي الوقتي بقى كويس كمان يعني انا في السنوي كنت كويسة ما حصلش حاجة سببتلي تدهور في صحياتي فانا رحت قبل ما احمل اروح للدكتور يشوفني ويقيملي حالة الصحية والتغذية بعد كده اثناء الحاملة لازم ما بقى اخد بالي جدا من تغذياتي باكل ايه لان اللي انا باكله هو ابني بياكل منه لدرجة انهم لقوا ان انت بتربي العادات الصحية للطفل اسناء ما هو في الرحم يعني جابوا تجربة قبل ما يتولد قبل ما يتولد احنسا ما تكلمناش جابوا تجربة لاطفال لامهات وهم حوامل اكلوا الام دي جذر كتير 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 وبعدين ولدوا الاطفال لما جات الاطفال لفترة الفطام منعوا الجذر عنهم خالص الاطفال ما كنش بيحبوا يأكلوا لما بدوا يدخلوا طعم الجذر للأكل الاطفال بدوا يأكلوا كويس لانهم متعودين على الطعم ده كل دي الله يا دكتور عبلها يعني برضو معلومات مش متغفرة عند كل الناس يعني ممكن اكون متعلم معايا اعلى شاهدات في تخصصي لكن جاهل في هذه الجزئة وعشان كده هنبنتكلم وبالركز عليها دلوقتي نيجي بقى بعد ما الطفل يتولد مهم جدا 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 الام تردع الست شهور الاولين تردع رضاعة طبيعية مطلقة ده تأسيس الطفل تأسيس الجهز الهضمي تكوين المناعة عشان الطفل ما يجلوش الامراض الكتيرة وامراض الجهز الهضمي الدكتور محمد كان بيقول عليها لازم ست شهور رضاعة طبيعية مطلقة وبعاين نعلم الامات ازاي يعملوا عملية الفطام لازم نتم الكلام ده لغاية امتى لغاية سنتين الفترة اللي انا اتكلمت عليها دي اللي هي ساعة الحمل لغاية سنتين بنسميها الالف يوم الدهبية الاولى الدهبية الدهبية ملهاش تعويض قيمتها يعني لا تقدر بيكون فيها كام 80% من عقل الانسان وقدراته الزهنية 80% لو حطين عليها السنة الثالثة كمان 95% من قدرات الانسان العقلية والزهنية طب معليش يا دكتور بعد التلس سنين انا هشتغل على ابني وهأكله كوي سوري اللي بيضيع ما بيتعوضش يعني انا لو فقت التلس سنين دول مستحيل اقدر اساعد ابني انه هو يكتسب اللي ضع منه في التلس سنين دول وعشان كده دي المرحلة التانية اللي لازم نركز عليها كمجتمع فده مهم لان فكرة التعويض غير قائمة ايوة احنا مجتمع بالقول احنا عندنا شرائح كتير احنا عايزين نصلح تغذية أولادنا نشتغل على مين نشتغل على البنات السنوي نشتغل على الالف يوم الدهبية وبعدها ست سنين الدهبية ما هو فيه اربعة دهب في حياة الانسان فيه دقيقة الدهبية والساعة الدهبية والالف يوم الدهبية والست سنين الدهبية اللي احنا بنودي ولدنا بعدها المدرسة ونقول له بقى انت ليه مش شاطر ونضغط عليه واقعد ذاكر انت اللي ضيعت الست سنين اللي عشان ابنك يبقى متفوق في الدراسة ما تجيش تحاسبه حاسب نفسك انت مدتلوش التغذية المناسبة ليه في ست سنين انت مربتش العداد السليمة ليه في ست سنين انت مخدتش بالك ليه من تطوره ونموه في ست سنين اللي فاضل قليل هم خمسة في المية الكل اللي هنكتسب بس نتعب شوية دول عشان نرتاح فيه ما بعد ده بنى مصر انت لو عايز تبني مصر ابني ست سنين الدهبية الأولى الطفولة المبكرة والحمد لله في استراتيجية مصر عشرين تلاتين الطفولة المبكرة من أولويات البلد بشتغل عليها وزارة الصحة بشتغل عليها وزارة التضامن بشتغل عليها المجتمع المدني بشتغل معها المؤسسات العالمية طيب دكتور حستاذان حضرتك ودكتور محمد بس نحن هنطلع لفاصل وبعد الفاصل بقى نتلقى كده مشاركات حضراتكم معنا ونكمل كلامنا مع دكتور محمد ودكتور عبلة بعد قليل ونشوف ايه المشكلات اللي ممكن تقابل أطفالنا او ازاي حتى احنا نبنيهم بناء صحيح عشان يكونوا لا بناء أساسية كده كمؤثرة وفعالة في مجتمعنا ده بعد قليل ان شاء الله رجعنا ليكم مرة تانية مشاهدينا لسه ما زالت مشرفانا دكتور عبلة الالفي استشاري دا ولي فيه تغذية الأطفال وكمان دكتور محمد عز الرجال رئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصورة وبنتكلم على المشكلات ربما اللي بتقابلنا واحنا بنبني أطفالنا يعني جسمانيا عن طريق التغذية وغيره وغيره وبيكون فيه طبعا أمراض بتكون مترتبة على سوء التعامل مع الأطفال في هذا التوقيت أكيد مستمعين مشاركات حضراتكم معنا لو فيها أي أسئلة متعلقة بهذا الموضوع لكن خلوني أرجع لضيوفي مرة تانية دكتور محمد إيه هي خلاص أنا بقى عندي مثلا طفل عنده مشكلة كجهاز الهضمي وكبد إيه اللي ممكن يترتب على الوضعية اللي فيها الطفل دلوقتي هو مشاكل الجهاز الهضمي في الحالة دي زي ما أقول لحضرتك إحنا عندنا حاجة اسمها الزوائد المسؤولة عن الامتصاص والهضم في الجهاز الهضمي المفروض يكون لها طول معين وهي دي تبقى في حالة صحية جيدة بتعمل امتصاص كويس وهضم كويس وبالتالي بتوفر بيئة كويسة إن الغذاء يتوفر للجسم بشكل كويس طيب أما يكون الطفل دلوقتي عنده سوق تغذية إيه اللي بيحصل للزوائد اللحمية دي بتقصر أما بتقصر وبتقل حجمها وبالتالي عملية الهضم وعملية الامتصاص بتقل بكفاية 20-30-50 حتى ممكن ندخل ما يتلاقاش موضوع وده ممكن يؤدي لإيه يؤدي لأسوق حضم شديد يعني يعني هو الطفل دوت أولا إساء المزمن الإساء المزمن معناه إن ما فيش حاجة من هو بيأخذها بيحصل لها النوم من المتصاص وبالتالي الجسم كله بيدخل في نوع من السقوط يعني يعني زي فكرة العمليات اللي بتتعامل كده لإنزال الوزن أيوة خلاص جسمك ما بيستفيدش بحاجة وبيدخل وبيخرف زي ما بيدخل بالضبط كده وبالتالي الطفل دوت وهي في مرحلة بناء مرحلة بناء خاطرية جدا يعني زي ما أمتل حضرتك عوالي 95% من نمو الجسد والنمو العقلي للطفل اللي بيحصل في خلال أول ثلاث سنين لو النسبة ديت ما قد يدهش بشكل كويس يبقى صعب حتى التعويض يعني أنت بتوصل لمرحلة مش هنعرفت أبدا لصلح الجزء اللي هو البزر اللي بزر عندنا ولذلك العناية بالتغذية في البطرة الأولانية يعني بتكتسب أهمية قصوة والأسف يعني أنها ما بتوصل لمرحلة بتبقى في قرية الإصلاح بيبقى صعب أنك تقدر تصلح بعد كده لو عندي مشكلة بيكون التدخل فيها جراحي مثلا واللي ممكن هتعمل دوائيا هي بنعتمد على التغذية والتوعية وإننا نحن ندي أنواع معينة من التغذية اللي هي بنقول عليها أكل على الطاقة أو أكل فيه كمية دفيتامينات عالية اللي هو اللي هو النوع من تقوية التغذية بتاعت الجسم ولكن تبقى وصل ممكن يزود حتى عليها لعبئ المادي لو بتعمل حياتيا هي النقطة زي ما بقول لحضرتك يعني الأمثال اللي احنا بتشوفها على الأرض الواقع إنه أم عمار 17-18-19-20 سنة جاية وحامل وجاية تشيك ساعة الحامل للدكتور والولادة تلاقي مثلا الهيميجلوبين بتاعها 7-8 فبنيتها الجسدية ضعيفة فال7-8 دول الهيميجلوبين هتغذ طفل هتطلع طفل لشكله ايه ده اللي هو ممكن دكتور عبله من شوية نعم فهو الطفل هيطلع ضعيفة البنية الضعيفة دي تبقى رفلكتد على كل الجسم جهاز هضم ضعيف مناعة ضعيفة عدوة متكررة سوق هضم سوق امتصاص وبالتالي النتيجة الصمرة الأخيرة هي صمرة مش كويس صمرة بايزة يعني زي ما بينا طيب تمام معناه الأستاذ أمل من أسوان ألو أهلا بيك يا أستاذ أمل الفضالي يا فضالي أهلا بحضرتك فضالي لو طمعنا أنا دلوقتي عايزي أسأل الدكتور أنا ابني عنده خمس سنين تمام ابنها خمس سنين عنده خمس سنين أي ونموه يعني حساء أصيف شوية يعني مش طويل بالنسبة للأطفال اللي معاه في الحضانة هل أستي طوله قبل كده؟ أه أستي طوله بالضبط مية وخمسة أو مية وثتة حال طيب دكتور عبلا بتقولك معقولة فيش مشكلة أنت بس ممكن تكوني الآن زيادة عن اللزوم بس تبعينا برضو إن شاء الله مفيش مثلا فاتح شهية أو حاجة زي كده ما بيكونش كويس الأطفال اللي معاه في الحضانة ما شاء الله أطول وأدخل شوية حاضر هنجاوبك حاضر إن هي عايزة ابنها يكل كتير جدا بغض النظر عن الموضوع أو حتى برضو فكرة المقارنات حرجع لحضراتكم ونشوف بس الجانب العلمي في القصة إيه معنا مين كمان؟ أستاذ أسماء من كفر الشيخ أهلا بيك يا أستاذ أسماء أهلا بحضرتك مضالي فن أهلا بحضرتك يا دكتور عبلا أهلا بحضرتك أزاي حضرتك بعد إيه حضرتك إيه التحليل إحنا نقدر نعملها نعرف إحنا أطفالنا نظام التغذية تريمة صحة ولا غلط وبعدين هي منقل أكل بتشكف بطنها إيه الحل؟ كم سنة فن خمس سنين خمس سنين حاضر فن شكرا جزيلا حاضر طب ياريت يا دكتور نجاوب طيب تمام إحنا بقبل ما ندخل في التحليل ونروح المعمل ونضيع الأطفال من أنهم يتشكوا وناخد منهم دم نقول الأول إن إحنا ناخد الطفل للدكتور يقيس معدلات النمو معدلات النمو دي بتساوي الطول والوزن ده بالنسبة للأمل والأسماء للطفل اللي هي عايزة تعرف هنقول للأسماء حاجة والأمل حاجة طيب تمام كفر الشيخ الأول أمل إن إحنا الأول نشوف معدلات النمو دي مناسبة لسن الطفل ولا لأ دي أول حاجة تاني حاجة الدكتور لما هيكشف عليه هيشوف الطفل باهت ولا لأ هيشوف علامات نقص معدلات اللي هي الأملاح والكلسام وكده في جسمه موجودة ولا لأ وبتاريخ المرة دي دي أول التحليل بعد كده لازم أقيس نسبة الهوموجلوبين ما فيش طفل ينفع أننا نعدي عليه خمس سنين من غير ما نعرف هو الهوموجلوبين بتاعه كواس ولا لا ده إن ده من أساسيات النمو وده اللي أنا بحكم عليه بالمعمل بالدم وأقدر على أساسه قدي نسبة الحديد فالتحليل اللي هعمله هو نسبة الحديد في الدم لكن الفحص هيقول لي الولد ده متوازن من خلال التغذية ولا لا لو بن أعراض حاجة تانية يعني لو بن إن فيه نقص كالسام يبقى إيس الكالسام والفوسفرس والإنزيم المسؤول عليهم في الدم وممكن نعمل أشعة على العظم بس ده ما ينفعش هي تروح تعمله الوحيدة لازم الدكتور يفحص ويقول إن فيه أعراض بتقول لأن إحنا ما بنحبش نعرض أطفالنا لأشعات زيادة ولا للتحليل ما لهاش لازمة لأن شكة القبرة دي بتخلي الطفل دايق فأنا مش هدايقه إلا لما يكون فيه سبب لكن ممكن الطفل أي حتى الطفل اللي هو مش باهت قوي أنا بيهمني جدا أن ناسبة الهومجلوبين تبقى في المعدل المتوسط مش الواطي الطبيعي فيستحسن نقيسه واتطمن إنه هو في المعدل الطبيعي كويس بالنسبة للأكل واللي بتوجع بطنها في أطفال عشان الأم بتبقى بتضغط قوي في الأكل فهم بيحسوا إنه أحسن حاجة أقولها الماما إنه بطن بتوجعني يعني بيزوغ هو آه يعني وسيلة للهروب إلى جانب من الأطفال والبنات بالذات الشكوى من واجع البطن دي 95% منهم نفسيا هم بيقولوا عشان متضايقين من حاجة فأنا بس محتاجة إنه الأم تحاول ما تبقاش الأكل عملية بالغصب وتبقى الأكل جاي وده العالم كل الوقت بدأ يوجه لكده أنا عايزة بنتي تاكل ده أوفى الله الجو المناسب أحطرها الأكل بطريقة لطيفة بنتك خمس سنين خليها تساعدك في اختيار نوعية الأكل اعرضي عليها ثلاث حاجات صحيين وحلوين وخليها تختار واحدة فهي تحس إنه هي اللي اختارت الأكل وأعاديها تأكل نفسها لأنه هم بيحبوا يكونوا هم اللي بيأكلوا نفسها جمش أخصير آه منظمي الأكل يعني فيه خلي فطار وغدا وعشا وسناك ما بين الفطار والغدا وسناك ما بين الغدا وعشا عشان تحس إن الأكل حاجة لها فاليو ومش في أي وقت موجود ومتوفر فتهتم بالأكل بس مع الاهتمام بطريقة الأكل هقولك حليلي البراز وتأكدي إنه ما عندهاش ديدان في البراز بتاعها لأنه ده برضو ممكن يعمل مغس في البطن مصاحب للأكل فنتأكد بس إنه ما فيش ديدان وبعد كده نخلي البنت نحاول نغير عادات التغذية ودي الحقيقة إحنا نشغل لنا بالخبرة برضو الأم بتعرف إن كان الطفل بيتدل ولا فعلا بيكون هو مش بتدلع هو لما بيحس ألم هو بيحس ألم فعلا مش بتدلع هو بيحس ألم لأنه مخصوب عليه صحيح فهو بيتألم حالة نفسية رازرزان لكن هو حاسس ألم ومش مفروض إن أنا أقوله إن أنا أنت بتدلع لا هو حاسس ألم بس الألم ده مش سببه عضوي سببه إنه هو عايز نحترم رغبات طيب ده ممتاز معنا الأستاذة مريم ألم بيك يا فندم تفضلي لو سمحتي أريد أسأل الدكتورة بس على ابني أربع سنين ونصر طالف أنت ابني دايما عنده شكوى من إنه هو مش عايز يأكل ولو جت أكلته أول ما يبتدي يأكل يقولي بطني بتوجعني وعندي مار فدي أنا مشكلة عندي وما بغصبش عليه في الأكل وبسيب وممكن يوضع طول النهار مفيش أكل طيب حاضر يفن حاضر أستاذ عبد الرحيم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا بيك يا فندم أهلا بيك يا فندم أهلا بيك يا فندم على شعب مصر الجميل والله أنا بحبك جدا الله يبارك في حضرتك ربنا يعني عزك وأحبك الذي أحببتني فيه والله الله يكرمك سلام للناس المحترمة اللي معاك الله يسلموا عليك وليه أفضل ضوء بعد إذن حضرتك أنا ابني داخل على سنة وثمان شهور وحد الوقت يعني ما بينطاقش ومركز قوي في قناة طيور الجنة أنا سترة ممكن تفيدني بحاجة حاضر ربنا يبارك لك فيه أستاذ عبد الرحيم شكرا جدا معنا مين تاني يا جماعة معنا طيب حاضر نجاوب بقى النس عشان الوقت يسعيف نكد طيب أنا عايزة أرجع لدكتور محمد بس ناخد إجابات سريعة منك يا دكتور عبلة أنا هتكلم بس كمان مريم تقريبا نفس المشكلة أنا عايزها برضو الطفل اللي ما بيقولش طول النهار هل هو ما بيقولش بس نموه كويس ولا ما بيقولش ونموه متأثر وده محتاجين برضو أن دكتور يقيمه وبطنه بتوجعه هي نفس المشكلة على فكرة أنا دايما بقول للأمهات هو إحنا هدفنا من الأكل أن الطفل يأكل ولا هدفنا أنه ينمو ويبقى زكاءه كويس بس صحته كويسة لو قيمنا الطفل ولاقينا أن صحته كويسة فالطفل ده معدل التمثيل الغذائي بتاعه بطيء فما بيحتاجش أكل كتير عشان يحقق النمو في طفل يأكل كتير جدا وما يكبرش لأنه عنده حرق كتير وطفل تاني معدل التمثيل الغذاء وبطيء فأنا مقياسي طفل بيأكل ولا لأ هو بينمو ولا ما بينموش فدوت عايزين نرجعها للدكتور بنسمع لأستاذ عبد الرحيم الحقيقة دي مشكلة أساسية حضرتك ذكرت أنها بتحب طيور الجنة جدا وبتقعد قدامها من الحاجات السيئة جدا نحن بنعود عليها أولادنا خصوصا قبل سن 3 سنين أنهم يعودوا قدام التلفزيون التلفزيون والكارتون وكلام ده من أهم المسببات تأخر الكلام لأن الطفل بيتوافل بالصورة هو تعود يسمع وما يتكلمش وبيبقى عنده عزلة شوية هو قاعد خلاص هو ما حدش قدام وما حدش بيناقش وما حدش بيأخذ منه النقطة التانية أنه هي لو كانت ما بتتكلمش ولا كلمة وعدينا سنة ونص دي حاجة مرادية لازم تيروح للدكتور ولازم تشايك على السمع لأن نستمع بالحاجات الأساسية في الطفل اللي مش بيقدر يتكلم لكن لو البنت بتنطق بعض الكلمات فإحنا نقلل التلفزيون ونزود التواصل ونقبل لأن ده يعتبر حاجة طبيعية أن الطفل ما يتكلمش إلا كلمات قليلة لغاية سنتين بعد كده نبتيني نتكلم لو فيه تأخيره أو مجلش طيب ده ممتاز دكتور محمد إزاي أبدأ تغذية صحية سليمة ويمكن دكتور عبدالقالية الطفل حتى بيبدأ من هو بيتكون وخلاص بيطلقى نوع من التغذية إزاي حضرك ممكن توجه نصائح للناس خلال آخر سؤال بقى في حلقات من المهاردة عشان يمشوا بشكل سليم هو نبدأ من اليوم الأول هو أولاً احنا عندنا في أول ستة شهو أجدع الطبيعية المطلقة بمعنى إيه بمعنى أول ستة شهو ما نستعجلش أبداً أبداً في إدخال الصناعي الكلمة دي موجهة للأمهات وموجهة للدكاتر فيه مع بعض أي نازلة معاوية بسيطة أو إن أم تقول الواد ما بيزيتش أو الحليب عنده قفيف أو الحليب عندي مش مكافي والكلام اللي نحن نسمعه كتير فهو الحل البديل أوصف صناعي الإجابة دي خطأ 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 فكر ألف مرة قبل ما تبدأ صناعي في طفل ألم ستة شهو إحنا رضا على الطبيعية المطلقة حمارة قوية جداً 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 بالنسبة للمناع بالنسبة للنمور بالنسبة للغزة طيب لو تعذر دي دكتور محمد لو تعذر البديل إنه إحنا رد صناعي بس يكون تحت إشراف طبي بعد إسدوكم ما تستعجلوش يعني الصناعي فعلاً أزى كتير وأزوك تير جداً للطفل من كافة النواحي طيب هل يتم تعويضه بحاجات تانية بالإضافة اللي أبن بعد ستة شهو إحنا بقت في إنه إحنا نبدأ الأكل أو نبدأ يتخلي الأكل للطفل ويتخلي الأكل للطفل هنا يلازم أنه يتم بشكل تدريجي نبدأ بالأكل اللي هو المحروس الهادئ البسيط ونبدأ نزود الكمية بشكل تدريجي بحيث إنه إحنا قرضو يدخل بشكل يقدر يعاوض الطفل بإحتياجاته الأساسية خالي من السكر والملح آه طبعاً إحنا من الإضافات ديات بقدر الإمكان إحنا بدأ بحاجات زي الخدرات الأول زي الكوسة والمطاطس والجزر بعد كده ندخل حاجات زي تفاح المسلوق أو الموز وبشكل تدريجي وحاجات كلها مفيدة طبعاً لازم يكون لفضوات والفاكرة من الأساس وبعد كده طبعاً ما بيبق من عمر السنة نبدأ يمكن أن نأكل جميع الأكل الموجود في البيت بشكل صحي وبشكل كامل في حضرتك أصدت نقطة هو لو فيه تحليل المفروض نعمله هو صورة الدم بعد إذنكم عند عمر السنة دي اللي هي عند عمر السنة دي السن اللي بيظهر فيها الأنيميا نقص الحديث والطفل لو كان من الغياد سنتين وثلاثة هو عند أنيميا وأنا مش مكتشف القصة دي النمو العقلي بيبدأ يتقص فلو فيه تحليل ممكن نعمله روتين الكلام دي الدكاترة كلام دي الأمهات عند عمر السنة هو صورة الدم ممكن تفوق كتير معانا في النمو العقلي بتاع الطفل الطفل اللي بيأكله بيشبه دي برضو مشكلة كبيرة طيب شهية الطفل متغيرة بمعنى جدول أكل الطفل خلال دكتور محمد إن شاء الله كده يريد بس حضراتكم تبعدونا نكون مع بعض بإذن الله في حلقة أخرى لأن الكلام مش هينقاطع الحقيقة بشكر حضراتكم جدا دكتور محمد عز الرجال رئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصورة شكرا جزيلا بشكر كذلك دكتور عبلاء الألفي استشاري دولي في تغذية الأطفال شكرا جزيلا حقيقة دكتور شرفتونا ونهرتونا شكرا جزيلا وبشكر لحضراتكم طيب المتابعة وبكرة بإبن الله حلقة جديدة قبل ساعتين من دلوقتي إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا